يعني في ستة مليار دولار ضائعين ما فينا نشوف شركتين أنا برأيي منشوف شركة واحدة ممكن تاتش أو ألفا لازم نتعامل معهم كيونت واحدة صار قطاع الاتصالات حكراً على الطبقة الوسطى والأغنى والفقرة بطل إلوندورفي ألفا وتاتش وأجارو مركز للتوظيف السياسي وتحديداً الانتخاب طيارة خاصة مرة لبطرس حرب واللي لازم تحقيق معهم القضية هم الوزير جمال الجراح والوزير محمد شئير يعني أنا مع محاكمة هول أشخاص لأن هول مجرمين بحق المال العام اللبناني الوزير جوني قرم اقتزل حقوقه واللبنانيين مبدئياً كل شيء بالبلد يا مقطوع يا منزوع وفعلياً الشيء الوحيد الشغال والطلب عليه كثير هو جايبة المواطن المفخوطة كل ما يجتمع مجلس النواب أو مجلس الوزراء بيطلعوا بقرارات وبيحاربوا فيها الأزمة من حساب المواطن المعتر غلي البنزين عم ندفع وبعدنا سكتين غلي الخبز عم ندفع وبعدنا سكتين غلية الماي وغلية كل شيء على رفوف السيبر ماركت عم ندفع وبعدنا سكتين هلأ غلية الانترنت والاتصالات ورح ندفع بس رح نضل سكتين إذا ستة سنت على الواتساب حركوا الشعب شو ممكن يعملوا خمسة أو ست أضعاف زيادة على الاتصالات ممكن نشوف 17 شريد جديدة الأسئلة كتيرة ببلد صارت مشكلته لخطوط خطوط بالبحر وخطوط التليفونات وخطوط حمر وخطوط ملونة وكل شيء معطل بس اليوم الأجوية رح تكون من ضيوفنا الصحفية ندى أيوب من جريد الأخبار والأستاذ محمد نجم المدير التنفيذي لمنظمة سماكس المتخصصة بالحقوق الرقمية أهلا وسهلا فيكم بحلقتنا اليوم من نفس جديد يلي عم نقدمها مع منظمة دي أر آي شكرا للاستضافة شكرا جديد ندى شو صار بواحد تموز في كتير ناس سمعت بس بعد ما فهمت شو صار خبرينا بواحد تموز ارتفعت أسعار الاتصالات وخدمات الانترنت خمس أضعاف بشركتين الخليوية ألف وطات شو ضعفين ونص بأجارو عم نركز على الخليوية بس عم ننسى أنه كمان أجارو ارتفعت ضعفين ونص زادة على هيك يعني لما أقول خمس أضعاف يعني شو كان كل فرد منا يدفع بدل اتصالات إن كان بري بايد يعني كارت التشريش ولا إن كان الخط السابت صار بدوا يحسوا بأنه عم يدفع ضرب خمسة وبأجارو عم يدفع ضرب مرتين ونص زادة صار فيه هاركت على أرصدة الناس بشهر ثلاثة وزير الاتصالات قرر إذا من نتذكر يقلوا بالأرصدة من دولار لليرة بشهر أدار صح شهر أدار قلب لليرة رجع بواحد تموز قلب من ليرة لدولار على سعر صارفة سعر صارفة يعني هو متغير يعني هو كان يعني بواحد تموز كان 25 و 200 تقريبا رح أعطي أجزامبل بسيط يعني كان عنده 100 دولار بتلفونه بشهر ثلاثة بأدار سعره 150 ألف بأدار سعره 150 ألف كانوا بحكو يعني بيقدر يحكي فيه على التسعير الأديمي 400 دقيقة بالمئة وخمسين بالمئة وخمسين بواحد تموز هال 150 ألف أصمون طلعوا معه 6 دولار 6 دولار على التسعير الجديد بيحكو 75 دقيقة من 400 دقيقة ل75 دقيقة صح ثلاثة رباع الأرصدة طارت تبخرت الوزير بيقول أو هو حامي حاله باستشارة أخذها من هيئة الاستشارات بوزارة العدل هيئة الاستشارات بوزارة العدل بشهر ثلاثة لما راح الوزير قال لهم بدأ له بالأرصدة من دولار للبناني قلت له طبعا لا بل هيدا واجب لأنه هيدا قطاعها عاملت دولة ولازم تكون الأرصدة باللبناني ولكن الوزير غشة لهيئة الاستشارات الوزير جوني قرم غشة لهيئة الاستشارات لأنه ما عرفت هيئة الاستشارات أنه هو بعد أربع شهور أو بعد ثلاث شهور هلأ بواحد تموز رح يررع يحولون لدولار هيدا رقم واحد رقم اثنان الوزير حتى فيه آراء قرونية بتقوله أنه خالف رأي هيئة الاستشارات لأنه هي اليوم شددت على أمرين بهيدا الاستشارة لأعطة موفقتها أنه ما فينا اليوم المشترك اشترى دولارات بيحكوه بإيمة معينة وهنا بيخدموا لها صلاحية معينة هيدا العقد بين الشارع المشترك المواطن وبين هالشركة أنت اليوم جيت غيرتله قد يقدر يستعمل جيت غيرتله رصيده وقيمة رصيده الفعلية قد يقدر يشتري صحيح لانوقت ونشتري الكارت نحنا مش عم نشتري دولارات أو ليرة لبنانية عم نشتري نحنا خدمة عدد دقايق بنقدر نحك فيه صح أستاذ محمد اللي صار تحويل من دولار للبنان ومن لبنان لدولار والهركة والنقص برأيك هيدا اسمه سرقة أو هيدا تستعمله اليوم الدولة أو الشركات لمواجهة هالأزمة المالية اللي نحنا عم نمرق فيها خلينا نسميه هركات مثل ما قالتنا لأنه سرقة نحنا مأكدين أنه هيدا فعليا خرق للأوانين بتصور في مجالات للناس تحقق أكتر وفي أوانين متضاربة بالموضوع بس خلي هيدا الشي يخد مجرى مع الأنونيين المتخصصين بها القصة بس أنا بشوفه هيركات واللي قالتنا يعني بيوصل لـ 94% هيدا نعم هيدا هيركات ولا حلاقة هيدا حلاقة عن ناشف حلاقة قريبا يعني على الآخر وهيدا الشي رح يؤدي لأزمات مش بس يعني سمعت جوزيف أنت المقدمة تابعك عم تقول عن جايبة المواطنة المفخوطة وعم نحكي عن البنزين والكهرباء والماء بس البنزين والكهرباء والماء منك كطاعات منتجة إذا بدك للناس لترجع تفوت إلى حد ما الانترنت هو أسهل كطاع لنقدر عن جد نكون منتجين إن كان البزنس الصغير إن كان شوفارية التاكسي إن كان الديليفري إن كان الشركات هيدا حيأثر على كل البلد ورح رح يخلي كل الناس يلي عم تستعمل الانترنت للإنتاج ولا نشر الأفكار ولا نشر الوعي ولا حتى كمان يمكن تعمل بزنس كل هيدا الشي رح يخف ورح يأثر على كل الاقتصاد بطريقة سلبية من فترة كان في تقرير لديوان المحاسبة والظاهر أنه هالتقرير كاشف فضايا أنت طلعت على التقرير تبع ديوان المحاسبة ايه طبعا شو اللي شافوا بحسابات الشركتان وبالقصص اللي صايرة بآخر كم سنة بآخر عشر سنين بقول الديوان أنه يعني تقريره اللي طلع من 150 صفحة ولنقول أنه هيدا أول تقرير بيطلع من هيئة رقبية بهذا الشكل وبدنا ندعم ديوان المحاسبة ولازم تقريره على القضاء لنحكي بالأرقام شركات فوتوا إرادات 17 مليار دولار بآخر عشر سنين جنوب من الناس فات على خزينة الدولة 11 مليار دولار 6 مليار دولار وينون ما بنعرف يعني في 6 مليار دولار ضيعين بالعشر سنين بس بنعرف بالعنوين يعني نفصل الديوان وين كان عم يكون الهدر فينا نقول بكل أريحية أنه شركتين ألفا وتاتش وأجارو مركز للتوظيف السياسي وتحديدا الانتخابي من بعد سنة 2018 فات مئات الموظفين على هيدول الشركتين عفوا 2012 ليه 2012 لأنه بوقت وزير الاتصالات نقول الصحناوي نقل المصاريف التشغيلية عن كاهل الشركات مصاريف تشغيلية للناس تعرف أنه هني أجار الموظفين الإجارات كل شيء تشغيل نقلوا من كاهل الشركات للدولة أنه الدولة بتصرف على القطاع الشركات بتدير وبتاخد ملايين لقاء الإدارة لما صارت الدولة عم تصرف يعني الدولة مال سايب لأنه الدولة مال سايب منوظف واحد اثنين مثل ما قال أستاذ محمد نحن ما عنا منافسة ليه ما عنا منافسة لأنه شركتين ميكوان ميكتوب بتشغلهم كانت زين و أوراسكوم ببراند تاتش و ألفا هيدول مشغلين بس الشركات هني ملك الدولة اللبنانية وزارة الاتصالات المسؤولة عنهم وزارة الاتصالات بتحط التسعير مين عم بنافسة ليعملوا سبونسور كل شركة بحدود 20 مليون دولار بالسنة ليه بدون يعملوا رعاية لما تشاهد فوتبول و لحفلات و لغيره عقود الرعاية سبونسور يعني والإعلام والإعلان والدعاية ما في عقد دوان محاسبة بقول أنه ما فيه هدر للمال العام نيح الناس تعرف أنه من 2002 أنونيا أنونيا إرادات قطاع الاتصالات هي مال عام مثل إرادات المرفق و مثل إرادات المطار و مثل إرادات الكهرباء هيدة أموالنا جميعا فأنه لما عم بيصير في هذا الهدر يعني هدر من المال العام عندك أجزامل ما رح طول بعد كتير بس أنه لأنه الحكي برقام لا كتير مهم نسمع بين 2010 و 2018 بحسب دوان المحاسبة بشركة ألفا ارتفع عدد المشتركين 33% المدخيل ارتفعت بس 4% المصاريف ارتفعت 88% طب إذا أنا مشتركيني زادوا 33% مدخيلي زادوا 4% مصاريفي زادت 88% إذا أنا ما عم فوت مدخيل كيف يبقى عم بصرف بهذه الطريقة بتاتش حتى ما يكون عم نحكي بس أنا ألفا بتاتش زاد المشتركين 71% انخفضت المدخيل 5% لكما أنت لما تزيد مشتركين لازم تزيد مدخيلك انخفضت المدخيل 5% زادت المصاريف 60% وان الإدارة وان الحوكمة هيدا دليل هيدا دليل هيدا في هدر والسوء إدارة وسوء الإدارة مش يعني حدا ما بيعرفه دير سوء الإدارة أخطر أنواع الفساد في سوء إدارة في هدر لمال عام في اختلاص في قضايا بالقضاء وفي توظيف سياسي وفي توظيف سياسي وفي كيف كمان بيصير هذا مثال في عقد نعمل بالألفين ناسا يا سنة حتى ما أقول سنة يعني ما أقول سنة ما أقول سنة أو كل سنة في شيء بس في عقد كرمال كنا نعمل شركة شبكة 3G اللي نركب شبكة 3G بالأمتسي على موزن بلش العقد بـ 25 مليون دولار انتهى بـ 128 مليون دولار عند التسليم 2012 2012 طيب معقول طيب سنة محمد أكيد متطلع على هذه الأرقام كثير بس نحن كشعب عادة مش متخصصين منعرف أنه نحن من أغلى الانترنت والاتصالات بالعالم ومن أسوأ الخدمة وعم نسمع معناده هلأ كانت قدي في مصاريف وقديش ما بيصرحوا عن مدخيل طيب ليش ما صار في تطوير لهالشركات للشبكات الفايبر أوبتيكس قدي سمعنا فيها وبعدنا منعل قديت داونلود من روعة مصر منشوف قديت داونلود من روعة تركيا منحكي عن جيراننا من روعة سوريا منشوف قديت داونلود نحن ليش بعدنا علقانين بهالخدمة السيئة هلأ بتخيل في يعني كذا شغلة فينا عن شركة واللي قاليتم لديه كتير مهم فحابب أحكي كم رقم ونقطة وبدأ انطلع على جوابك بالـ 2012 كان الـ المدخول 1.3 مليار دولار 2012 يعني هاي دي قبل ما تستلم الدولة الكوبكس يلي هي كل شي تشغيلة بالدولة بالـ 2018 650 مليار دولار النص يعني كيف انت كطاع من من عش سنين كان يفوت لك 1.3 بليون بالـ 2018 فوت لك نص المبلغ يلي انت فوتته من 6 سنين يلي عندك انت يزيده مفروض يكون أكتر مفروض يكون أكتر مفروض انت تكون عم بتطور كطاعك عم بتحط ابونا تحتية أكتر عم بتطول الخدمات تبعك عم تفتح المجال الاقتصادي فطبعا في مليون سؤال وسؤال بس هون سؤال هل بتشك بالرقم يعني في اختلاص للعائدات لا الشي اللي كانت عم تقوله ندا يعني هو كانت عندك شركة خاصة مستلمهية كل شي تشغيلة فهن بيجربوا مصاريف كل المصاريف طبعا يشد شدو فيها يعني حتى أعطيك مثلا بالألفين واثناش تقريبا يعني قبل ما تستلمي الدولة هيدا النوع من المصاريف التشغيلية كان تقريبا ثلاثين مليون يمكن بالسنة عند شركة منهم السنة اللي بعدها صار تقريبا خمسين مليون يعني بظهر في سنة ضغري نطت طب كيف بدأت تنطها الآن أنت عندك شركة ماشية وعم تصرف عليها الكوست تبعك ثلاثين مليون كيف بدأت تزيد خمسين مليون بالألفين وسبعة عشر الفين وثمانتع عشر صارت فوق المائة مليون فهيدا اللي حكيتوا ندى التوظيف السياسي شوف السهرات يعني أنت هلأ إذا منرجع طيارات خاصة طيارة خاصة مرة لبطرس حرب فكل هيدا شو طيارة خاصة لبطرس حرب صارت لا يسافروا وقتا كان وزير وقتا كان هو وزير يعني فيه فيه طيارة خاصة مرة صارت بس أنه فيه فيه قصة كمان نادى زكريتها بالألفين واثناش بدنا نفوت التو جي بدنا نشتغل على التو جي ناتورك بنائنا التو جي ناتورك بلشنا بالخمسة وعشرين مليون دولار عساسها هي الكوست توسيع الشبكة آخر شي انتهينا بحدود تسعين مئة مليون توسيع الشبكة فهيدا كوست ريشة عيشة جمال الجراح هيدا النكت الثانية بالألفين واربع عشر أو الفين وخمسة عشر غير كل الشبكة من كب ومبلش بكب كب الهواوي فات بزات تي كلفتنا كمان بحدود الفوق المئة مليون دولار فهيدا النوع من الأشخاص هل كان فيه سبب لتغيير الشبكة يعني أنا مع محاكمة هؤل أشخاص لأن هؤل مجرمين بحق المال العام اللبناني هؤل أشخاص لازم يتحاكموا محكمة علنية لأنه كل هالمئات من الملايين بلا ما تروح للمواطنين لتطوير التعليم لتطوير البناء التحتية للإتصالات لتطوير الخدمات الكهرباء الماء راحت سمسرات وضهرات وحفلات يلي كانت تصير يوم أي يوم لا إذا بتتذكروا من 2012 إلى 2018 كل يوم في حفلة في احتفالات في سهرات كل هيدا رعايات توظيفات سياسية كل هيدا من أموالنا بطلب من الوزراء كان يندفع سبونسور كان يصير في رعاية لحفلات لمتوشة فوتبول لشو ما بدك إفنتات بالبلد هو نحنا ما عنا منافسة فيش اسمه مجلس الإشراف من المالكين هيدا مجلس الإشراف هو عند الوزير يعني إذا بدك الكنز طبعا الوزير أي وزير اتصالت بيكون موجود بيصرف فيه كيف ما بده اللي كان عم يحكي عنه محمد أنه بأحدى المرات على أيام الوزير بتروس حرب قاية تم استخدام طائرة خاصة ليسافروا يعني مش معقول الناس تكون عم تدفع أغلى فتورة اتصالات بالعالم قبل الأزمة لأنه كان تقريبا كل فرد لبناني كل مشترك في لبنان معدل شهر يدفع 29 دولار بفوت من جيبته 29 دولار على خزينة الدولة عبر استخدام على الاتصالات معدل وسطة كنا من الأغلى والخدمة مش هلقد منيحة فأنا وين عم تروح المصاري عم تروح هون هيدا الهدر اللي عم ينحكي عنه فيه أضايا من سنوات على المدرأ الماليين والتنفيذيين بشركة الفوتاتش رفع القاضي على الإبراهيم ولا اليوم ما حدا تحاكم والوزراء جمال الجراح ونقول الصحناوي محمد شئير وينون ما حدا تحاكم لأن القضاء مسيس ولأن القضاء بده يعني ما بزا توسع بهذا الموضوع القضاء يرتف بمطرح استاذ محمد قلت أنه بتعتبر أنه صار في سرقة تقريبا 376 مليون دوار من حسابات أو من أرصد المواطنين على التليفونات ودعيت بطريقة لفتا أنه بدنا نلجأ لمجلس شورة الدولة شو بك تعمل مجلس شورة الدولة هلا ضمن الأوانين وضمن حديثة مع المحامين والناس عندهم خلفيات قانونية أنه فيه أي حدا يروح مجلس شورة الدولة بصيغة شخصية ويقدر يثبت أنه أنا كان معي هالقد وهلأ صار معي هالقد وما مرقوا بالإجراءات لازم يمرقوا فيها شركتين ألفا وتتش فهو فيه طلع عرار شخصي فيه تحديدا لا يقدر يسترد المال يلي نقرت منه من أي شركة فهل كل الناس فيها تعمل دعوة وحدة ما بعرف يعني هيدا الحكي اللي هلا عم بيكون بس أنا بتصور يعني عم نحكي 94% هيركات عم نحكي بمبلغ حوالي 400 مليون دولار فقنا تاني يوم لقينا 374 مليون منهم طيرين يعني هيدا هو المبلغ هلقات حجمه فهيدا مبلغ هائل بالنسبة الأجتساد اللبناني وهيدا المبلغ هو الزيادة اللي صارت بالأسعار بس كمان زيادة لاحقة على مبلغ مدفوع من قبل نحكي مع الفات كمان طبعه مدفوع الضرائب يعني حسابات من شربكة وهيدا الحق لازم يسترد وفيه يسترد لك المواطن ندا شركة الكهرباء وملف الكهرباء ومنقول عنهم مغارة علي بابا اي الاتصالات مغارة 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 الوزراء المتعاقبين والفاوتاتش وزان وقراسكم يعني هيدا لأنه طلعوا بالاتصالات كمغارة وليس كقطاع منتج ما بيقبل الوزير جمال الجراح إلا لازم يكون مبنى الاتصالات بسوليدار اه في فضيحة مبنى تاتش اي مبنى تاتش ليه مبنى تاتش ودي يكون بسوليدار بأغلى منطقة في لبنان يعني إذا كان بمنطقة تانية ما بتليق بشركة زين يعني يعني دون يعني ما فهمت وهو قال الوزير الجراح قال أنه لازم يكون عنا مبنى لايق مبنى لايق من جنوبنا هيدا المبنى بلشنا نستأجره بحدود 6.4 مليون دولار اشترينا وعليه مخالفات وهلأ صار مكلفنا فوق المت مليون دولار قضيته وانا هون بدأت توجه لقضية التحقيق شارب لأبو سمرة القضية عندك واللي لازم تحقق معهم القضية هن الوزير جمال الجراح والوزير محمد شقير انت اليوم يا حضرة القضية عم تستمع للمساهم واسيم منصور يلي هو رفع القضية كمساهم عنده وصهم وعم شو عم بتدقق بقى حقيته بامتلاك السهم ليرفع هيدا الدعوة بدل ما تروح اتحقق مع الوزراء هيا رقم واحد رقم اثنين انه هلأ في عندك مبنى كسابيان كمان نفس الشي هيدا المبنى يلي استقجرته تاتش دفت علي 8 مليون دولار اجرات ما استخدمته ولا يوم ولا يوم وهلأ صاحب المبنى بالقضاء وبدو مصاري من تاتش وهن تركوا مبنى كسابيان يعني مش تركوا مان مراحوا عليه بس انه وقفوا كل شي بمبنى كسابيان لكي رام يعملوا له تأهيل هم يدفعوا اجرات واشتروا تاتش كرمال انه ما بيليق مبنى كسابيان بزان بدون يشتروله بسوليدار استاذ محمد سؤال البلد في ازمة وقطاع الاتصالات بحاجة لاموال كرمال يدل يقدر يشتري مزود كرمال يدفع معاشات الموظفين كرمال يعمل صيانة لانتنات ولريليات مثلا بدنستورد قطاعة من برة لبنان ما فينا ننكر هيدا الموضوع يعني كان مفروض ينعمل خطوة كرمال يدل منتعش هيدا القطاع طب في خطوة لازم تنعمل شو كان المفروض ينعمل شي بس مش اللي نعمل سؤال كتير منيح بتصوير يمكن هيدا لب المشكلة اول نقطة اساسية نحن لازم نتطلع بهيدا القطاع كقطاع واحد ما فينا نشوف شركتان انا برأيي منشوف شركة وحدة ممكن تتش أو ألفا لازم نتعامل معهم كيونت وحدة وهيدا شي بأثر كتير على الكوست يعني فينا مسلا بدل ما يكون عنا متر عالمزود شغال كل الوقت لتتش متر بعيد عنه متان متر شغال لألفا على ألفا فين هوا يكونوا عم يشتلوا بأونتان واحد الصوفتور عم بيكون نفس الشي والهاردور نفس الشي والمزود والموتور واحد هيك انت بتخفف الكوست للنص نحن هون عم نحكي وكل هيدا كوست اذا بدك نحكيها هيدا كل هيدا معدات خارجية فلو كان نعمل لوكال رومنج او هيدا النوع من النتورك يعني انا اذا بدى دق اذا انا تتش وقاعد بضايعة بدق اي اي أونتان قريب فيه قلقت منه وكان تتش أو ألفا ساعتانا بحل المشكلة تحكي عن ناشنل رومنج سوري عن ناشنل رومنج فانت بس تعمل ناشنل رومنج بها الطريقة انت بتحلل كوست خمسين بالمئة يعني ها نقطة اساسية ومصارت والوزير بيدعي انه فيه كومبتشن وما في يعمل هيدا الشي كرميل كومبتشن حكي فاضي يعني هو انه وزير ما انه فاهمان بالكطاع ما انه فاهمان بهيدا الديناميكس ما انه فاهمان ان احنا هلا بأزمة ازمة اكتصادية ومالية فهيدا الشي لازم ينعمل بس الدولة ما كانت بتطلق يعني كانت عم بتقول نادا انه بدنا ناخد المباني بسريدار لانه هيدا الشي ما بيليء واكتشفنا نحنا او ما بعث صح حول اذا فينا نقول صار قطاع الاتصالات حكرا على الطبقة الوسطى والاغنى والفقرة بطل الاندور فيه بعد رفع الاسعار اكيد وراح يصير في انكماش بالقطاع كمان يعني هيتغير استهلاك الناس هيخف استهلاك الناس وفي ناس رح تظهر من الشبكة كليا وزير الاتصالات بمقابلة اجري تماول الاخبار وهو هيدا الرقم يعني الوزير ما شوف هون كمان ضحك على الناس لما انت عملت دراستك وقلت بدي ارفع الاسعار خمس اضعاف دراسة هو يعني بيدعي انه عملها بس هيدا لا دراسة ولا شي لانه خمس اضعاف هي لا تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن لبناني ولا ما معدل التضخم ولا مع الاجور التي لم تصحح بعد طيب شو انت عمل دراسة طيب فرجيني ليش ما خبرتني بالدراسة شو طلع معك نسبة من الناس اللي بده تغير طريقة استهلاكه ويالي بعد تظهر من الشبكات لما سألتوا هيدا السؤال قال لي مظبوط نحن عملين هذا الحساب و 26 بالمية من المشتركين بالشركتين راح يصير عندهم تغير شو عني تغير يعني فالكزامبل انا اليوم بشرج 20 جيجا كانوا يكلفوني 40 دولار 60 الف مثلا تقريبا هلا بدي اضربها بخمسة اذا انا ما عاشي ما بيسمح لي ادفع هالقد بدي يصير والله استعمل 10 جيجا يعني بدي خفف شو عم بيستعملوا في ناس سيحتضهر كلية هيدا بيعني انكماش هيدا بيعني نحن عم نظغر حجم قطاع الاتصالات هيدا الشي عكس اي عمل لاي مشغل بقطاع الاتصالات بالعالم لانه دور المشغلين لقطاع الاتصالات هن التحفيز يحفزوا الناس يستعملوا اكتر اساسا نجيبوا مشتركين اكتر يوسعوا القطاع ويحفزوا الناس يستعملوا اكتر لا لا يفوتوا ارادات اكتر اذا انت عامل حسابك انه انت بدك تفوت ارادات للدولة ومش شغلتك هلأ تفوت ارادات للدولة لانه انت ما كنت صريح الوزير ابتز الوزير جوني قرم ابتز الحكومة واللبنانيين لما راح قال لهم اذا ما بتوفقولي على قرار رفع التعرفة متل ما انا طارحة والقرار مرئ من خارج دول الاعمال بتهرب باخر جالسة مجلس الوزراء اذا ما بتوفقولي انا بدي استقيل اذا ما بتوفقولي بدي استقيل واذا ما بتوفق القطاع بدي ينهار وهو بيقول انه رفع التعرفة بهذا الشكل وها من اجل استمراريات القطاع بس ان احنا عم نشوفه انه لا ليس من اجل استمراريات القطاع بل لانه انت بدك تعطي للدولة مبلغ معين من الارادات تفوته على الخزينة بالانهيار المالي مش وقت تعمل ارباح للخزينة عى ظهر الجوب الناس بالانهيار المالي حضرتك اذا انت وزير ناجح وما الظاهر هيك اذا انت وزير ناجح متل ما كان عم بيقول محمد بتخفف الكوست طبعك لانه انت المالك للشركتين في كتير اجراءات من الموظفين للنشن الرومينج لحق يستعملوا موتر واحد يستعملوا سطح بناية واحد نحن من استقجرنا باخر عشر سنين يعني اذا بدك بين مستودعات واراضي واسطح وغيره لنحط فيهم المعدات والانتنات بما يفوق 300 مليون دولار هو القطاع بالازمة بدل نحن ما نحطه بغرفة انعاش ونخلي عيش عم نبعته ع سويسرا يعمل نقاط لانه بننخص خصو لانه بننخص خصو لانه انا سألته للوزير قلت له شو بتكبي انا بالانتهاك انه بدنا نخص خصو بتكمل الجملة شو بدنا نخص خصو قلت له للوزير ليه بعدك ليه ليه فيه ارار انه يونت الاتصالات تكون بالدولار اليوم انت الكارت بشريه اربعة دولار عشرة دولار ورصيدك بالدولار اوكي ليش فيه هيدا القرار تسعير بالدولار ما هيدا قطاع للدولة من انه قطاع خاص قام قلي انه نحنا بدنا نحافظ انا بعرف انه بدو خصخيز مش لانه كتير زكية يعني بس لانه مواضح انه هيدا دولة كيف تفكر بقلي انه بدنا نحافظ على قيمة القطاع كرميل اذا بدنا نخص خصو يعني انت اليوم اذا بدك تجي تشتري هيدا القطاع اذا بالليرة ما الليرة شو صارت بتسوى وعملتنا مانا قوية بس هو بيقلك انا مسبتلك ايه بالدولار يعني بصير ببيعه واحسن مسبتلي ايه بالدولار وعنده مبنى بسوليدار منيح القطاع بيتخصخص وسبب ثاني كمان حكي عنه محمد فيه اسرار انه ما يعملوا الناشونل رومنج وفيه اسرار انه ما تشتغل الالفا واتاتش بأسطح واحدة بغرف تبريد واحدة بمعدات واحدة بكلشي بدون يضلوا فاصلين الشركتان ايضا من اجل الخص خاصة استاذ محمد عم نحكي بكارثة بس فيه كارثة موازية تانية بذات بالاتصالات هي قصة انطف شبكة التوت جي نوقف ثمانين بالمية من الثريت جي ولوين رايحين بهذا يعني في عندك اليوم كان رقم حوالي متين تلتمية الف مشترك بيستعملوا التوت جي بعضو هول بدون يوقفوا قال الوزير ما بعرف صراحة اذا حيصير هذا الشي لانه هذا الشي بيشمل كمان القوى الامن والاجهز الامنية الرباعي الرقم الرباعي اسمه فيمكن في ضغط انه ما يفوتوا بهيك ارار وانا مع انه ما يفوتوا بهيك ارار كمان برجع لفكرة ما يفوتوا بهيك ارار انه بيكلف مئة وخمسين ألف دولار بالسنة ما يفوتوا بهيك ارار مقارنة بألفة كزا مليون دولار سبع مليون دولار بالسنة طيب خلي تاتش ماشي ماذا يفوتوا بهيك ارار بكطاع منتج بالاتصالات نحن نحكي عن توتجي توتجي يعني تليفون نوكيا الابولامبا بالضبط بس هذا يعني كثير من الناس ما بده تجيب تليفون ذكي يعني انت هون عم تجبر الناس مضطرين يضل عندهم تليفون بدهم يشتروا تليفون ذكي يدفعوا 100 150 او 200 دولار يستثمروا بهذا الشي وحقهم ما يكون معهم تليفون ذكي بس اللي حامل تليفون نوكيا عفوا يعني انه لو قادر يشتري سمارتفون ممكن فعلا قادر يشتري سمارتفون هيك الوزير بيقول المالي ما حقه 20 دولار هيك خبرني بس انا ما بعرف واني رد بقلنا واني في سمارتفون حقه 20 دولار دخلك هيدا مش زاد خبرية اي يشتركوا ببندل 500 ميجا داتا كمان بلا وهي زاد خبرية انه اذا ما قادر تعب ببنزين استعمل طريقة تانية غير السيارة مالبلا تصر للإليت في نقطة اساسية بتصور يعني حكينا شوي حوالي بس حابب فوت فيها هي كلفة الانترنت او كلفة الشبكات كل هالشي انا حابب الوزيري خبرنا الكلفة لانه عجد هو عم بزيد بس ما في شفافية طب خبرنا الكلفة يعني بال2018 صار في عقد صيانة نسيت اسم الشركة لعش سنين مع تاتش ومع الفا بالسنة 16 مليون دولار باورتاك باورتاك اللي هي كمان في شبهات حوالين من الملكية تبعه الى اخره ما هنفوت بهالتفصيل بس انه عش سنين هنكون نحنا دافعين 320 مليون دولار صيانة صيانة لشبكات الانترنت صيانة وفي فريق التقاني بالشركات اشتغل وفي شي تانة عم بيستعملوا موظفين تاتش لا حتى يمشوا شغلهم يعني عندك قطاع راكب بطريقة يخي تعرصم لي هالكطاع فرم اي تو زد كله كيف عم يشتغل كوزير انت اتصالات وشف لي وين في هدر وخفف الهدر ساعت الكطاع لحاله منك بحاجة اصلا زيد سعب الاتصالات او اذا ما اضطرت زيده او اذا ما اضطرت زيده بتزيده خمسين بالمئة ستين بالمئة يمكن مئة بالمئة يعني دبل برايس بس انه خمس اضعاف خمسمية وزت مئة بالمئة هيدا رقم كبير وهيدا رح يودى لانكماش اكتصاد رح يودى لأزمة كبيرة اجتماعية بس في شي هايك بيطمننا كتير رتحنا نفسيا انه رح تتحسن نوعية الخدمات الاتصالات والانترنت بس يغادوا الاسعاد هتتوقع هيدا الشيء ولا كذبة كمان زيادة يعني انا شايف لحد هلأ الاسعار المزوط عالي كتير وحتى كمان الاسعار منا سابتة هلأ كمان كنت عم تحكي نادا انه اسعار سعر المنصه عم بيتغير كتير سيرفة سيرفة كتير عم بيتغير فانه انا يمكن اليوم ادفع فاتورتي بمبلغ معين بكرا ادفعها دبل برايس او ثلاثين بالمية او عشرين بالمية زيادة فنحنا فتنا بمطرح مجهول مكان مجهول عم بيخسر المواطن اي اداة للاتصال واي ثقة بالاتصالات فهيدا الشيء رح يودي طبعا انه لأزمة بالموضوع كله لأزمة اكبر بعد لأزمة اكبر اكيد ومنا حل ما في حل بدي بدي بس اقول شي انه بعد ما قلتش يقول بقول قولي قولي يا رضا قولي ما تستحق يغز العين عنك اي قولي العقد الي كان عم يحكى عنه محمد بقولتك عقد صيانة وتشغيل دادش ما بدا تعمل العقد الوزير اجبرن يعملوا العقد يعني شوف انه اوقات الهدر يعني اليوم اكيد الشركات عندها مسئولية بس كمان الوزراء عندهم مسئولية بس بركي حنون الوزير اي حنون بيعملوا صفقات مع يعني مع نسيبه يعني هندخلك الشركات الام تي سي والفا مش مخروض عندهم فرق صيانة اي ما هو شو صار موال خبرية خبرية انه الوزير بده يعمل العقد مع باور تاك اللي بيكلف 16 مليون دولار نحنا عنا الفريق التقني يلي شغلته انه يكون عم يعمل صيانة وغيره فانه لما الوزير عم يضغط لا يعمله وتجربة الفا كانت سابقة وتجربة فاشلة مع باور تاك شو بيصير الديل مدير الفريق التقني سالم عتاني بوقته بيعمله دراسة للوزير بتبين انه العقد مع باور تاك بيعمل وفر هيد الدراسة اخذ الوزير على جنة الاعلام والاتصالات النيابية اخذوا القرار وصار سالم عتاني رئيس مجلس ادارة الشركة سبحان الله يعني صار في ديل هيك من الاخر انا بتحمل مسؤولية هذا الحكي وكتبت له هذا الحكي سالم عتاني عمل دراسة ليقول انه باور تاك بتوفر لين مضى العقد مقابيلا الوزير عمل تشكيل مجلس ادارة جديد طيّر حياة يوسف وسالم عتاني صار رئيس مجلس الادارة وهيك بيندارك الوزير ومبلغ التوت جيب حتنطفى ثمانين بالمئة من التوت جيب حتنطفى خلال تسعة شهور حسب ما قال جوني قروم بمقابلة مع الاخبار بقل له انه اكتر من 232 الف مشترك اليوم بيستعملوا هيدا التليفون بقل لي معلي يشتروا سمارتفون ب 20 دولار ما بعرف وين هيدا التليفون بلاس عليهم الاجهزة الامنية 5364 جهاز لقوة الامن بيشتغلوا على التليفون الرباعي تغيير الاجهزة بده يكلفنا 160 الف دولار والتقنيات اللي بده تترافق معه بعد فيه تقنيات وغيره لنقدر نحول الشغل بده توصل لثماني مليون دولار وهذا الحكي مش من عندي هذا الحكي الوزير عم بيقوله مين بده يدفع ثماني مليون دولار هاي بس كلفة للاجهزة الامنية للاجهزة الامنية اللي هي اصلا معهم تقبط صح والوزارة طلبت ان الحكومة تأمن المصاري من وين بده نأمنه بدل ما كنت انت اليوم بتطفي ألفة اللي بتكلف سبعة مليون بتخلي تاتش اللي بتكلف 150 الف دولار بتعمل ناشنال روميج ملأ اي تكلفة وبتوفرها بالناس يعني انت مش بس عم تحكي بالتوجي الابو لمبا انت حتى عم تقول 80% من الثريتجي بده يوقف ايه مضبوط لانه الثريتجي بحكيك كول عادة وبيحكيك داتا انترنت فهو رح يطفي منه 80% فكل الكول العادة بده يصير على 20% من الشبكة يعني مؤشر الاداء يعني جودة الاتصال بده تتراجع اللي رح تسوق الخدمة ايه بعد اكتر يعني معناته الناس بده تستهلك اقل يعني معناته الارادات اللي بده تتفوتها ما رح تفوتها يا معاني الوزير رح تنضملنا هلأ فانيسا سمعان اللي هي اصلا نزلت على الطريق عملت فوكسبوب مع الناس وشافت مين رح يضل يستعمل انترنت مين بيع تليفونه مين مين راضي على القرار منشوف الفوكسبوب ترح نضملنا فانيسا ومنكمل نحن وياكم متل ما كل شي عم يغلب لبنان شهد قطاع الاتصالات مؤخرا ارتفاع باسعاره فكيف الناس عم تتأقلم مع هيدا الارتفاع موست لايكلي نستعمل واحد من البيت بيكون معه الموبايل نحن ثلاثة اربعة وخط السابت لحتى اللي قدر تواصل مع بعضنا اكتر من هيك ما ايش احد انا هاتف لنحصل بالاول عرابة الخفز لنسير فينا نعمل اتصالات ممكن يكون هيدا شي منيح انه نبطل نستعمله ونرجع للطرق القديمة نقض مع بعضك نستقول سبعت معيك دولار هاتف خففتنا الاتصالة بطلنا التليفون لانو كان اول مجيت اخذت خط دبناني وكان عندي وحدات ثاني يوم راحوا كلهم برأيك شو كان الحل لاستمرارية هيدا القطاع بدك تحلي البلد كلها لحتى تحلي هيدا القطاع الدولي ما بدا حل انسب للمواقع وي نوب ده بدهم مساري يجب فتح ملف وزارة الاتصالات من السنوات السابقة مع الوزراء السابقين ليتبين ليشو صرنا لليوم حل الانسب لهيدا القطاع تتغير الدولي كلها صور على صد لا انا يعني ما عد واحد يعرف شو بتو يحكي خلصت شفنا شو رأيي الناس حول ارتفاع الاتصالات لكن السؤال اللي بيترح نفسه شو نعترنا بعضا بدي رحب اول شي بفانيسا سمعان هي متدربة بفريق دي ار اي للتطوير الاداء الاعلامي اهلا وسهلا فيك فانيسا كنت عالطري والناس مع ان الوضع بيحزن بس تحس تعليقاتهم مهضومة وفي كتير اشي رح يعملوها نرجع نحكي مع بعضنا ومتل ما كنتو عم تقولو ضيوفنا اللي متوقعينو اسمعناه من الناس انو الناس رح يخف استخدامها لكل شي داتا فانيسا رح تكون معنا وهم الاساس لفانيسا هو البنات والشباب اللي من جيلها شو رح يصير بوضع باقتصالات وبعرف عندك كم سؤال بقى الهوه لقلك تفضلي فانيسا انا عندي عدد اسئلة حب اتراحة رح بالش اول شي مع مدام نظام اول شي بيهنا نعرف عن مصير طلاب وطالبات الجامعات كيف رح يقدروا يدفع هيدا التكلفة واذا فيه اي خطة لدعمهم هلا قبل ما بدأ رح بالش من الاخر الخطة لدعمهم لازم تكون من الدولة والوزير والشركات قالوا انه نحن عملنا انجاز واليوم طرحنا بالسوق بطاقتين جديد هني للفئات اذا بدك الاقل مداخلة اقل ولا طلاب الجامعات اقلوا عن 4.5 دولار و7 دولار بس الاربع فاصل 5 دولار هي فوق المئة الف هي حسب سعر سايرفة بالمئة وخمسة عش ومئة وثلاثين وغيره وقدة بتاع سايرفة بس كم ميجا هيدا؟ 500 ميجا يعني هيدا بتخلص معك مشوار طريق يعني زوم ميتنج واحد بتروح ايه يعني ما بيقدروا يدرسوا ما بيقدروا يشوفوا محاضرات وغيره تنجي معا بعد العملاين ايه فانه شخصيا ما بدي يكون كتير سعودوية بس انا ما بتوقع ان هيدا الحكومية اللي رايحة الدولار اقصاد انه تكون عم تدعم طلاب الجامعات اكيد رح يتأثروا يعني دونشوفوا شبتون يعملوا يعني وضعوا سيئ بس انه اكيد هيتأثروا جدا وانه ما حطوا اي حال حتى يخذوا لا 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 احنا ما اعتبرين انه الاربع فاصل خمسة هيدا منيحة بس الاربع فاصل خمسة دولار مثل ما انا فوق المئة وشوي وهي خمسمية ميجا يعني ما بتكفيلها محاوضة استاذ محمد دعنا نحكي عن الهيئات النازمة للاتصالات هل رفع التعرفة رح يفعل دورا ولا لا هلا للأسف نحنا عنا اذا بدي كانون الاتصالات كل ياتوا بدوا تعديل وتغيير وهيدا سؤالي ممكن ترحوا جزاف النواب الجدد شو فيهم يعملوا فينا نبلش نغوص بعنون الاتصالات ونفكر نحنا بالالفان وعشرين بالالفان واربعين اوالفان وثلاثين اوالفان وخمسين كيف حتصير الاتصالات والتواصل ونقدر نعمل سياغة لقانون بيتماشى معنا بعد عشرة وعشرين وثلاثين سنة ومنه الهيئة النازمة الهيئة النازمة هي كانت موجودة بالقانون بس مطلع فيها مرسيم تشريعية يمكن فبعدها من اكتف هلأ غلوا سعر التعرفة طبعا مثل معرفنا بس مين اللي تأثر اكتر شي هالمووظفين الكتاع العام او الخاص موظفين الكتاع العام بكل الاحوال بالاتصالات بسعر بدل النقل بغلال معيشة هنالعام يتأثروا اكتر لسبب وشكرا على السؤال الكتير مهم لانه هلأ بالوقت اللي احنا عم نحكي فيها موظفين الكتاع العام في موظفين ادارة العامة انهوا او بدأوا بالاسبوع الرابع من الاضراب لانه الدولة ما بدت صحيحة وجورون وكتير منها الامور موظفين الكتاع العام يلي من بعد ثلاث سنين من عمر الازمة دولة ما اطلعت باجورون الكتاع الخاص صحح نوعا ما بين مؤسسة وتانية بها مش مختلف من الاجور بس اكيد موظفين الكتاع العام هنالعام يتأثروا اكيد بيتأثروا حدن الفئات محدودة الدخل اكيد وحتى الوسطى الوسطى يعني لانه الكتاع بهذه الاسعار حتى المرتاح ماديا مش معقول يدق بالخمسمائة الف وستمية والمليون ليرة بس فاتور التلافون كله تأثر ولكن طبعا اكتر موظفين الكتاع العام يعني كمان هالشركات الجبيرة اللي حتى الدولر صح؟ اكيد بس كمان في نقطة مهمة نحنا لازم كلنا نفكر فيها انه في ناس تأثرت بشكل مباشر يعني هن الكل اللي حكيت عنه النادى يعني انا عم بدفع كارت شريش انا حدفع كلفة زيادة بس كمان هندفع كلفة غير مباشرة لكل الخدمات اللي احنا عم نخدها لانه احنا كل الخدمات اللي عم نخدها وكل الخدمات اللي بتقدم شي خاصه من ضمن تواصل او اتصال رح يزيدوا سعرهم للخدمة اللي احنا هناخدها يعني احنا هندفع مرتين على الكوست يعني بس تنسمى اوبر مثلا وقت بتطلب اوبر غير انك انت عم تطلب تستعمل داتا تطلب اوبر بس طلع بالسيارة ومفروض يضل مدور التليفون يفرجيك تجيب باس هذا عم يصرف داتا يعني او بده يوقف يشتغل اوبر او بده نشوف الفاتورة كتير عم تعالى من طلب منقوشة لطلب اي نوع من الخدمات كل هيدا الشيء كل هوا رح يتضرروا كل هوا رح يتضرروا ورح يزيدوا اسعارهم كمان علينا ندا ستة سنت على الواتساب ولعت 17.20 طب هلا مئة الوف الليرات نزادت على فاتورة اللبنانة بتحس معقول نرجع نعيش 17.20 جديدة من ورا هيدا الشيء وخاصة انه من فترة كتير طويلة مش فينا تسكير طرقات عم نشوفها ما شفنا توليع دوليب ما شفنا غضب بالشارع حلق بلاشنا نشوفها بتحس الشارع مستعد يروح لهونيكا شخصيا منا متأملة لكتير اسباب منا بس مرتبطة بالاتصالات لزروف عامة بالبلد لأوضاع الناس لكيف خلصة 17.20 الناس تحركة او الانفجار الاجتماعي اذا بدك الحركات الاجتماعية بتصير بس حتمية انه تصير مش وارثة يعني ما انه حتمة الناس لما تفقر وتشوع انه بتنطفد في كتير عوامل اخرى بتلعب دور الناس ما شاف التقريش ل 17.20 بالمباشر انه بمعنى تغير حياتها للأحسن لا مش لأنه اللي نزلوا ب 17.20 كانوا بيحملوا هن المسؤولين هذا نقاش هلا ما راح نفوت فيه ولكن لأنه الناس هكي بتفهم الحركات وما بتنظر له انه هي مسار وتراكم وغيره ولأنه الناس ما بقى عندها طرف نزل على الشارع طرف والتفكير بمحاربة هادي السلطة بالنسبة للجوعان هادي طرف الناس ما بقى معها مصاري تروح على اشغالها عم تشتغل في رمهان من البيوت مين معه مصاري ينزل على السحات ولا على المناطق ولا تكون انتفاضة لمركزية مين بفكر يجرب انه نهاري عطل عن شغله وما تطرد المؤسسة الناس غرقوها بهمومة اليومية والمعيشية واللي بدكيه حتى ما تقدر تفكر انه تنتفض بعد ضده بس انا بقوله انه على المؤسرين وعلى المجموعات اللي كانت عم تشتغل وعلى المعني يعني كل الناس اللي خاصة بهذا القطاع وبلشتلك ونحنا كحركة وعي كمان عنا تحركات بنعمل اللي علينا بس انه لنوعد انا شخصيا بتأمل وقول جاي الانتفاضة اتصالات جديدة لا بس واخيرا لا اختم انا من عندك من هون بدي اطلق التحدي بدي اتحدي لوزير الاتصالات جوني القرم وقل له عندك الجرئة بعد شهر او اثنان او ماكسما وثلاثة تعمل دراسة وتخبرنا قدي عدد الناس يلي تغير استهلاكه يعني يلي تراجع استهلاكه للانترنت للاتصالات التراجع هذا الاستهلاك يعني تراجع قديه بالارادات بدنا عدد المشتركين وبدنا قيمته فيك تخبرنا بعد ثلاث شهر هيدا تحدي من ندا استاذ محمد بالنهاية بتوعدنا انك تعمل ضغط اكتر صوب مجلس النواب كلمان يصير في تحرك لاقرار قوانين تتحافظ على حقوق الناس بموضوع الاقتصالات اكيد هلا نحنا عم نجرب اول شي يعني عم نتواصل مع كتير عالم وهلا عملنا ملخص لتقرير الدوان المحاسبة لازم نطلعوه اليومين لانه هو تقرير 147 صفحة كتير كبير لعن جد نقدر نفسر للناس وللمؤثرين وللنواب وكمان هيدا لوبي كبير بدو يصير بالابنان يعني متل ما عم تقول ندا انه كل الناس اللي قادرة الحركات النواب حتى الوزراء يلي هن شايفين بالخطأ يلي عم بيصير لازم يصير في ضغط لتغيير هيك قرارات ولازم يصير في ضغط لتفكير بهيدا الكطاع ككطاع منتج يعني هو منه بقرة حلوب خلاص نحنا بدنا نفكر بالاتصالات معاش حاليا يفكر بالاتصالات انه هيدا بيتزا وانا إليها الحصة من هالربح لا بدنا نفكر بكطاع الاتصالات ككطاع منتج مطور للمجتمع مطور للاقتصاد فاتح للأفاق مطور للتعليم هيك نحنا لازم نفكر فيه لانه بهالطريقة بتصير جيب انت انكم اكتر وبتربح اكتصاديا واجتماعيا وبالتعليم وبكل هالقصص فنحنا عم نجرب نعمل دورنا ومثل اي شخص عم بيجرب يعمل دوره ودي اختم وقول انه كمان هيدا حق اساسي للمواطنين يعني القدرة على الاتصال والتواصل هو حق اساسي حتى بالأم المتحدة فالقرار الوزير عم بيأثر يعني هيدا قمع لحقوق الإنسان قمع لحورية التعبير يعني فيه ناس يعني فيه ناس عايشة اونلاين يعني اذا شلت منه هيدا السبايس وقفت قدرتها على التعبير الاللاين السبايس اللي حيكون بلبنان حيكون نوعا ما اللي قادرين يعبروا عن حالهم لانه اغلب الناس هتصير افلاين استاذ محمد شكرا لك استاذي نادا شكرا لأليك شكرا لألك ونالك ونالك فانيسا يعطيك العافية شكرا لألك وحتى لو عم ندفع وبعدنا ساكتين بدي أرقاي راح نضل نحكي ونعلي الصوت تندافع عن حقوق الناس وتنحكي بالناس شو قلة وشو عليها وما منسكت أبدا مرسي لألكم مشاهدينا وملتقي نحنا وياكم بحلقة جديدة الله معكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة